أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يقول هل الآية تدل على أن العبد المؤمن يكون له جنتان اثنتان كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره قال حيث يقول جنة على ترك المنهيات وجنة على فعل الطاعات نعم قالوا هذا جنتان يعني جنة عن ترك المحرمات وجنة على فعل الطاعات وهذا نص الآية الكريمة لمن خاف مقام ربه جنة نعم